كابتن هاب جلال هو قاعد معكم في التمرين في غرفة الملابس بيقولكم ايه؟ بص كابتن هاب دايما عنده حتة ان هو بيحب ان اللعب اللي معاه دايما يحس بنفسه انت حس ان انت لعب كبير ومفيش حد احسن منك يعني هي بتنعجل بيرضو دي جاي شوية من شخصيتك كابتن كابتن دايما شايف ان هو ده فعلا حقيقا ان كابتن هاب طبعا حاجة كبيرة وانحنا طب كلنا بنتشرف ان احنا بنتعامل معاه وممكن انا ومحسن برضو حاجة خاصة لان كابتن يتعاملنا معامل وانحنا في المقصة فدي دايما هو بقولها للعيب يا ابني ان انت حس بنفسك حس بنفسك دي مش ان معنى انت تعال عقول لا حس بنفسك انت لعيب كبير وحس ان انت تقدر ان انت تقدر تعمل اي حاجة ولو تاخد بالك ممكن ده زي ما بقولك من شوية مش في النتايج انت في الاداء عملت ماتشات كبيرة او قدام يعني ماتش النادي الاهلي انت اكوال وممكن يعني في الماتش الاخير ده اتنين واحد كرة في الدي اربعة وتسعين اللي شالها مصطفى شبير كنت ممكن تطلع متعادل وكان فيه في خلال الماتش وفرص ان انت ممكن كنت تكسب كمان فهي دي النقطة يعني هو دايما نقولك حس بنفسك انت هتقدر يا ابني تعمل حاجة عشان ما يجيش الماتش يعدي وتيجي بعدك هتقول ايه ده انا كنت بلعب مثلا الفرقة انا كنت فاكر ان انا وكنت اقدر ويا ريتني كنت انا حسيته واللي الكابتن قاله من الاول وكلام ده الامتابع كويس للنادي السنادي الاداء الفرقة نفسها عموما هيعرف ان النتائج مش زي المستوى المستوى احنا بنقدم مستويات كبيرة اوه في ماتشاط وممكن بقى الحظ ما يقافش معك في ماتشاط ممكن قلة خبرة من بعض اللعيبة تسبب مثلا وده يعني انا شايفه عشان سن اللعيبة شوية ده ممكن امر طبيعي شوية اه الناس ممكن في اسماعيلية ما تستحملش حاجة زي كده لان جمهور اسماعيلية طبعا مجنون بس كنت عايزة الجمهور جمهور اسماعيلية يعني بتتعاطى مع الاداء مقابل النتائج ازاي لا اوه جمهور اسماعيلية بتحب الكورة مجنون الكورة طبعا 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 من اكبر الجمهور الموجودة في مصر عبر التاريخ يعني هما بيعشاؤوا كورة جدا بحب الكورة جدا وبيحبوا يشوفوا فرقتهم بتلعب احسن كورة وطبعا مع المكسب بس هما بيتبسطوا جدا 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 من اداء وشكل الفرقة خاصة الفترة اللي فيها طبعا الجهاز الفاني كابتن اهاب وكابتن حامد طبعا وكابتن ميدو والناس المتواجدة اسماعيلية بلعب كورة جدا بس طبعا فيه اوقات كتيرة النتائج مخدمتش الفرقة لكن الجمهور انت مجرد ما بتكسب موتش والتاني انت بتلاقي عشرين الف موجودين في المدرج وورا الفرقة وفي كل حتة بيروحوا هما مستنين بس تكسب موتش 23 اربعة تلاقي الاستاد مليان مقفول يعني بتحس انه فيه الاقبال من الجماهير زاد الفترة اللي فاتت بس وجود الكابتن اهاب عموما بيتطمن جمهور اسماعيلية اسماعيلية كلها جمهور النادي يعني انت عمرك في اسماعيلية دي ما بتلاقيش حد اولا بس عن الناس كلها بتتكلم في الكورة والناس كلها معظمهم يعني الكورة حياتهم انت بتعدي بتلاقي اي صاحب مهنة برضو بيتكون في الكورة الاسماعيلية دا بيلعب بالنسبة لاسماعيلي يعني كل عدي على اي محل اي مكان تفراجوا على الماتش عايزين فيموتهم دايما في احسن وط there are well مجانين كورة انهم عاشوا النادي دا عاشوا النادي دا عارفو كده من زمن طبعا الاسماعيلية الناس دايقة وتأقولك الوضع الوضع دلوقتي مش زي قبل كده بس الناس دي عايزين نشوف الإسماعيل اللي هم تعودوا عليه زي ما بقولوا يعني فكوراً بيكسر أي حد الإسماعيل كانت فرقاً ما فيش حد بيقف قدامها ودي إن شاء الله بإذن الله يعني بشوية استقرار والأمور الفنية تبقى ماشية مستقرة والدنيا مستقرة إن شاء الله الإسماعيل والنادي يقدر يرجع الوضعه تاني ومكانته الطبيعية إن شاء الله طيب ده عظيم جداً ممكن بقى شوية يعني نتكلم في إيه الملفات المسكوط عنها تحس نوعي وين كده خبرات خبرات حتى مخبرات إيه أبرز المشاكل اللي ممكن تعيق خلينا يعني نصيغ العبارات تعيق إن نادي الإسماعيلي يصل إلى اللي هو بيحلم بي كلعيب هيا مشكلة واحدة بس المشاكل المادية هيا دي مشكلة النادي الإسماعيلي الفترة اللي آخر خمسة سبعة سنة موضوع المشاكل المادية مقارنة بالأندية للتانية مقارنة بالأندية الشركات أندية الشركات بقى كترة جداً في الدولي هلتكلم عن الفرق بينكم بس أنا بقول إن هو وأنا أعتقد يعني إن إحنا وصلنا لنسبة كبيرة معقولة من حل المشاكل المادية مع الإدارة الجديدة مظبوط آس طبعاً لساعة ما تولى بش مهندس مصر طبعاً الموضوع الرئيس النادي له حل مشاكل كتيرة مادية ومشاكل اللعيبة السنة دي المادية أقل بكتير من الفترات اللي فاته يعتبر يعني 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 لعيبة يعني في مشاكل المادية 70-80% منها محلول ده كويس آه ده كويس طبعاً ده كويس سؤال بقى بيطرح نفسه الأندية الجماهيرية مقابل أندية الشركات وجود رقم واحد يعني شايفين وجود أندية الشركات في الدولي المصري ده عمل خلق نوع روح من المنافسة جاه على حساب الأندية الجماهيرية أو إيه؟ بصه هو جاه على حساب الكورة نفسها يعني مش قصدي أندية الشركات أنا طبعاً كلهم باحترمهم كلهم بس الكورة نفسها أنت لو قاعد بتفرج على ماتش كورة وفي المدرج ده مليان جمهور أنت عينك بترتاح هو ده اللي أنت تعودت عليه أنت تفرج على الكورة دي وأنت شايف جمهور شايف اللي استاد ده أنت دلوقتي الواحد بيفرح أن المتشاط بتاعت المنتخب أو المتشاط أفريقيا أنت بتلاقي اللي استاد متأفل هي دي أجواء الكورة اللي أنت تحب تشوفها أنت كم مشاهد تحب تشوفها وكأي لعب كورة يحب يلعب في الأجواء دي تمام فدي الأنديية الجماهيرية طبعاً دورها يعني الكورة زي ما بيعود الجملة المشهورة أن هي للجمهور فأنت نادي جماهيري بس هي الفكرة كلها أن أنديية الشركات هي مع موارد ممكن أفضل من نادي الجماهيري فبيقدر أنه مثلاً يستقطب لعيبة بشكل أن اللعيب ده الكورة أكل عشو ومصدر دخله هو الكورة فبيقدر أنت النهاردة بتيجي تقول أن أنا هروح النادي ده أو النادي ده لا أنا هروح مش عارف إيه عشان خاطر هو فلوس أو ملتزم أو إنما أنت هتحسبها كحزبة تاريخك أو الكريل بتاعك في الكورة أنت مش تعمله غير من نادي جماهير دايماً كان كلمة بيقول لها أني كابتن أهب من قبل حتى ما روح إلى إسماعيل يا ابني المطش في إسماعيلية بعشر مطشات من أي نادي تاني لما تلعب في النادي وتشوف أنت لما بتلعب وتكسب الدنيا بتبقى عاملة إزاي في إسماعيلية أنت بتحس أنت فعلاً لعب كورة بتلاقي بلد كلها ودنيا ونس حواليك أنت بتشوفش كده في أندية تانية طيب خلينا نحسبها طيب بحزبة الوراء أو الألم أنت عندك مثلاً أندية زي زيد وزي سراميكا مثلاً وزي طبعاً وفيوتشر وفيوتشر من ساعة ما كانوا في الدوري ما داخلوا الدوري ومتازد كرة القدم ويعني الترتيب بتاعهم حتى في طبعاً طبعاً حتى على صعيد الأرقام حتى على صعيد الأداء يعني أداء كويس أرقام كويسة أنا بالنسبة لي بختلف شوية معصام في نقطة الاندية لديت شركات لا بالنسبة لي أنا أضافت قوة للدوري أضافت قوة كبيرة أو للدوري أعجب مهيرياً الموضوع طبعاً بقى الاندية الجمهرية ضعفت شوية لأن تحتيجة تقارن ما بين الاندية الشركات والجمهرية طبعاً لديت شركات رأس مال مش طبيعي خاصة كل الاندية اللي موجودة في أوتشر أو بيراميدز أو سيروميكا وكلام لكن أنا بالنسبة لي هم أضافوا قوة قوة وكيان للدوري لا خلوا الدوري قوة جداً